المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله من الفضيات نقدم لحضراتكم معرض السابع الرئيسي لهذا المساء قام اليوم أمين الدولة في التعليم العالي الدكتور حسين مسار حسين بزيارة تفاقلية إلى جامعة سبها والهدف من الزيارة بحسب تصليحات الوزير مسار فإنها تهدف لوقوفه على سهل النشاط التعليمي فيها وكان في استقباله عميدة القلية البروفيسور رمضان عقل عكاشة تغرير آدم حنفي فاضل هكذا يصل أمين الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين إلى جامعة سبها وذلك في إطار زيارة تفاقلية بهدف معرفة سير النشاط التعليمي فيها وخاصة تزامنا مع هذه الأيام التي تشهد فيها الجامعة امتحانات شاملة أمين الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين أبان في حديثه عن فحوى هذه الزيارة مشيرا إلى أهمية التعليم فيها الهدف من هذه الزيارة هو أنني أردت أن أطلع إلى سير الامتحانات في هذه الكلية التي صراحة تقدم الكثير وبها تخصصات علمية نحن نحتاج إليها في بلادنا وأنتم تعلمون أن حتى القيادة العليا بقيادة فقامة الرئيس إدريس ديبيتونو يشجع الطلاب بخصوص المجالات العلمية أحاد طلاب جامعة سبها وعلى لسان أعضائه مطالبين أمين الدولة بوزارة التعليم العالي توفير المستنزمات اللازمة لهم من عيل تسهيل أمورهم الدراسية وأجابهم أمين الدولة في ذلك واعدا إياهم بتوفيرها نعم استمعت إلى مطالب الطلاب ونحن إن شاء الله ما نستطيع إليه أن نقدمه والذي بحوزتنا نقوم به والذي يحتاج إلى دراسة فالطلاب متفهمين ورغم ذلك إن شاء الله كل طالب نحن نشجع أي مؤسسة أكاديمية تسعى إلى توجيه الطلاب توجيه سليم الزيارة شملت كل خصول الدراسة التي تشهد إنعزال الطالب عن الآخر وذلك ما تفرضه أجواء الامتحانات كما اتجه أمين الدولة بوزارة التعليم العالي والبحث والابتكار إلى مكتب عمادة الكلية قد تبادل الحديث مع البروفيسير رمضان عقيل عكاشة عميد كلية التربية حول تعزيز سير العمل نحو النشاط التعليمي فيها هذا ونشير إلى أن جامعة سبهة تمتاز عن قيرها من الجامعات بكثرة الأقصام العلمية فيها وأن هذه الزيارة ليست الأولى من نوعها بل سبقتها زيارة أخرى مماسلة لها ترجمة نانسي قنقر